تحت في مملكة البحرين مع أدول العالم باليوم العالمي للطفل الذي يصادف العشرين من نوفمبر من كل عام حيث يأتي الاحتفاء هذا العام تحت شعار الشمول لكل طفل بهدفي تعزيز التعاون الدولي وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد أسامة العصفور وزير التنمية الاجتماعية أن البحرين في مصاف الدول المتقدمة في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية في مجال الطفولة وما تشهده البحرين من تطورات في الأنظمة التشريعية والقضائية المتكاملة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة الحكومة الرشيدة وتلبية احتياجات الطفل لتنشئة جيل قادر على النهوض بمستقبل البحرين وأكد سعادته أن صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يمثل خطوة رائدة في منظومة العدالة وحماية حقوق الطفل في المملكة من خلال منح مصالح الطفل الفضل الأولية في كافة القرارات المتعلقة به وأضاف أن جهود المملكة في صون حقوق الطفولة تستند إلى ما تم تحقيقه من مجازات أو من مجازات التي كفى لها الدستور ومثاق العمل الوطني وتشريعات العصرية والالتزامات الدولية والتفقيات وقوانين حقوق الطفل المعتمدة وأوضح أنه تفعيلا للأولويات الاستراتيجية في برنامج الحكومة التنموية والاجتماعية تم إنشاء مشروع مجمع الرعاية الاجتماعية بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية للأطفال عبر مراكز متخصصة للحماية الاجتماعية ومراكز إيواء مؤقتة لتحسين مستوى الخدمة